أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تعليق حول هجومي طهران الذين استهدفاء البرلمان وضريح الخميني وأتبناهما داعش أكد أن التنظيم الإرهابي انقلب على عرابه وهو النظام الإيراني وأوضحت رئيسة المقاومة الإيرانية مريم رجوي أن الهجومين يعتبران طوق نجاة للنظام للتخلص من العزلة الدولية وأعلنت إدانة إراقة دماء الأبرياء تحت أي عنوان مشيرة إلى أن الهجومين يصبان في مصلحة نظام ولاية الفقي وقالت رجوي أن النظام إيران يرحب بالهجومين للخروج من المأزق الذي يعيشه وأكدت رجوي أن اجتثاث الإرهاب في المنطقة يكون عبر تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية وإخراجها من سوريا والعراق